السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف التاسع وهو بعنوان تطابق المثلثات قائمة الزاوية بنظرية HRL وهو الدرس الخامس من الوحدة السادسة الجزء الرابع أهداف الدرس سوف نحل في هذا الفيديو تدريبات متنوعة على التحقق من تطابق المثلثات قائمة الزاوية واستعمال نظرية الوتر وضلع القائمة HRL في حل مسائل حياتية ملخص المفهوم تطابق المثلثات قائمة الزاوية بنظرية HRL تطبق نظريات تطابق المثلثات على المثلثات قائمة الزاوية بنظرية HRL النظرية 6 to 3 ضلعان والزاوية المحصورة بينهما SAS في المثلثين إذا كان الضلع MN يطابق الضلع PQ والضلع NO يطابق الضلع QR فإن المثلث MNO يطابق المثلث PQR النظرية 6 to 6 زاويتان والضلع المحصورة بينهما ASA في المثلثين إذا كان الضلع BC يطابق الضلع EF وأيضا زاوية C تطابق زاوية F فإن المثلث ABC يطابق المثلث DEF النظرية 6 to 7 زاويتان والضلع غير محصورة بينهما AAS في المثلثين إذا كان الضلع GI يطابق الضلع GL وزاوية I تطابق زاوية L فإن المثلث GHI يطابق المثلث JKL النظرية 6 to 8 نظرية الوتر وضلع القائمة HRL في المثلثين إذا كان الضلع SU يطابق الضلع XZ والضلع TU يطابق الضلع YZ فإن المثلث STU يطابق المثلث XYZ عبر عن فهمك صفحة 84 السؤال الأول السؤال الأساس ما أقل عدد من الشروط اللازمة لإثبات تطابق المثلثات قائمة الزاوية أوقف الفيديو ثم حاول أن تحل السؤال وبعد ذلك تحقق من صحة حلك والآن قيم حلك في المثلثات القائمة يمكن إثبات التطابق إذا تطابق زوج من الزوايا المتناظرة وزوج من الأضلاع المتناظرة أو تطابق زوجين من الأضلاع المتناظرة عبر عن فهمك صفحة 84 السؤال الثاني حلل الخطأ قال صالح إن المثلث KLM يطابق المثلث PLN بحسب نظرية الوتر وضلع القائمة HRL بين خطأ صالح وصححه الآن أوقف الفيديو عزيزي الطالب ثم بعد ذلك حاول أن تحل السؤال ومن ثم تحقق من صحة حلك والآن قيم حلك يمكن تطبيق نظرية الوتر وضلع القائمة HRL على المثلثات القائمة فقط يتضمن المثلثان في الشكل زاويتين متطابقتين لكنهما ليستا قائمتين بالضرورة طبق فهمك صفحة 84 السؤال الخامس والسؤال السادس ما المعلومات اللازمة لإثبات تطابق المثلثين باستعمال نظرية الوتر وضلع القائمة HRL هذا السؤال الخامس وهذا هو السؤال السادس والآن عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو ثم بعد ذلك حاول أن تحل السؤال ومن ثم تحقق من صحة حلك أما الآن فقيم حلك في السؤال الخامس حتى يتطابق المثلثين باستعمال نظرية الوتر وضلع القائمة HRL لابد أن تكون زاوية KLM زاوية قائمة والآن قيم حلك في السؤال السادس حتى يتطابق المثلثين باستعمال نظرية الوتر وضلع القائمة HRL لابد أن يكون الضلع TU يطابق الضلع UV حتى يتطابق المثلين باستعمال نظرية الوتر وضلع القائمة HRL لإثبات أن المثلث GHJ يطابق المثلث KLM الآن أوقف الفيديو وبعد ذلك حاول أن تحل السؤال ومن ثم تحقق من صحة حلك والآن قيم حلك لاحظ أننا سوف نستعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد طول الضلع GJ 12 سكويرد زائد 5 سكويرد يساوي GJ سكويرد وبالتبسيط ينتج لدينا 144 زائد 25 يساوي GJ سكويرد وبالتبسيط ينتج لدينا 169 يساوي GJ سكويرد نقوم الآن بأخذ الجذر التربيعي للطرفين فينتج أن طول الضلع GJ يساوي 13 أما الآن عزيزي الطالب فإننا سوف نستعمل نظرية زوايا المثلث الخارجية لإيجاد قياس الزاوية L فـ 114 ديجري يساوي 24 ديجري زائدًا قياس زاوية L وباستعمال خاصية الطرح للمساواة ينتج لدينا أن قياس زاوية L يساوي 90 ديجري تدرب صفحة 85 السؤال من 13 إلى 16 في التمارين From 13 to 16 لديك نظرية تطابق ومعطع ما المعلومات الإضافية اللازمة لإثبات تطابق المثلثين هذا المثلث الأول وهذا المثلث الثاني السؤال 13 باستعمال نظرية زاويتين والضلع المحصور بينهما ASA والمعطى الضلع AC يطابق الضلع EF السؤال 14 باستعمال نظرية زاويتين وضلع غير محصور بينهما AAS والمعطى زاوية B تطابق زاوية D في السؤال 15 باستعمال نظرية ضلعين والزاوية المحصورة بينهما SAS والمعطى الضلع AB يطابق الضلع DE بينما في السؤال 16 باستعمال نظرية الوتر والضلع القائمة HRL والمعطى الضلع CB يطابق الضلع DF والآن عزيزي الطالب قم بإيقاف الفيديو ومن ثم حاول أن تحل هذا السؤال وبعد ذلك تحقق من صحة حلك أما الآن فقيم حلك في السؤال 13 لاحظ عزيزي الطالب أن المعطى في هذا السؤال هو الضلع AC يطابق الضلع EF وأن زاوية E تطابق زاوية A وبهذا نكون قد حصلنا على الجزء الأول من النظرية وكذلك أيضا الجزء الثاني من النظرية وبالتالي فإننا بحاجة إلى إثبات أن زاوية C تطابق زاوية F والآن قيم حلك في السؤال 14 لاحظ عزيزي الطالب أن المعطى في هذا السؤال هو زاوية B تطابق زاوية D وأيضا زاوية E تطابق زاوية A وبالتالي نكون قد حصلنا على الجزء الأول من هذه النظرية وكذلك على الجزء الثاني ونحن بحاجة إلى إثبات الجزء الثالث لذلك فلابد من إثبات أن الضلع A C يطابق الضلع E F أو الضلع B C يطابق الضلع D F وللتحقق من حلك في السؤال 15 لاحظ أن المعطى في هذا السؤال هو الضلع A B يطابق الضلع D E وأيضا زاوية A تطابق زاوية E وبالتالي نكون قد حصلنا على الجزء الأول من هذه النظرية وكذلك الأمر على الجزء الثاني من هذه النظرية ونحن الآن بحاجة إلى إثبات الجزء الثالث من هذه النظرية لذلك فإنه لا بد من إثبات تطابق أن الضلع A C يطابق الضلع E F والآن تحقق من حلك في السؤال 16 لاحظ أن المعطى في هذا السؤال هو الضلع C B يطابق الضلع D F وكذلك الأمر زاوية A تطابق زاوية E وبهذا الشكل فإننا نكون قد حققنا الجزء الأول من هذه النظرية وكذلك الأمر الجزء الثاني أما الآن فنحن بحاجة إلى إثبات الجزء الثالث وهذا يعني أننا بحاجة إلى إثبات تطابق الضلع A C مع الضلع E F أو إثبات أن الضلع A B يطابق الضلع E D طبق صفحة 86 السؤال 23 تواصل بدقة ما أقل عدد من القياسات يستطيع مالك المنزل قياسها لإثبات تطابق النافذتين المثلثتين أدنى وضح إجابتك أوقف الفيديو وبعد ذلك حاول أن تحل السؤال ومن ثم تحقق من صحة حلك والآن قيم حلك لاحظ أننا لا بد من إيجاد قياس الضلع PQ والضلع TU لنتأكد من أن الوترين متطابقان وبعد ذلك نقوم بإيجاد قياس الضلع PR والضلع VU حتى نتأكد من أنهما متطابقان أو يمكننا إيجاد قياس الضلع QR والضلع TV لإثبات أنهما متطابقان وهذا يعني أن أقل عدد من القياسات هو الوتر وأحد ضلعي القائمة إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم منه بشكل جيد وإلى اللقاء في درس جديد